موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوي زيلنسكي يعلن استعداد أوكرانيا لتبادل الصحفي فيشينسكي بالمخرج سينتصوف مقتل جندي أوكراني وإصابة آخرين في مناطق الصراع بالشرق وفي النشرة مشاركة واسعة لنجوم الفن والسينما والإعلام في انتخابات البرلمان الأوكراني موسيقى أهلا بكم أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي اليوم استعداد أوكرانيا لتبادل مدير موقع ريا نوفستي أوكرانيا كيريل فيشينسكي بالمخرج الأوكراني أوليك سينتصوف كخطوة أولى على طريق تبادل المحتجزين أقلت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني في مشهور على موقع فيسبوك أن هذا الأمر سيكون بمثابة خطوة أولى لحسن النية هذا ويعتبر إنهاء الصراع في مناطق الدنباس شرق أوكرانيا أولوية السلطات الأوكرانية بقيادة الرئيس فولوديمر زيلنسكي دعت الرئيس الجديد للمفوذية الأوروبية أرسولا فوندرلين إلى إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا وضرورة تحدث مع موسكو من موقع قوى بالتوازي مع الحوار القائم وأدانت القيادة الأوروبية في مقابلة مع صحيفة ديفيلت العلمانية سياسة روسيا على مدار العوام القليلة الماضية بما في ذلك ضموا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ومحاولات تقسيم أوروبا كما دعت الولايات المتحدة إلى العمل بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا حيث قتل جندي أوكراني وأصيب آخران في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين المولي لروسيا الجيش الأوكراني أعلن أن قوات الاحتلال أطلقت النار عشر مرات خلال الساعات الأخيرة مستخدمة في ثلاثة منها الأسلحة المحظورة بموجب اتفاق منسك للسلام أكثر المناطق توطرا كانت بلدتي بيسكي وبابلابولي الواقعتين في مقاطعة دونيسك تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوكرانيا مشاركة واسعة لممثلين وكوميديين وفنانين حيث يسعى الكثير منهم لدخول قبة البرلمان لأول مرة من هؤلاء النجوم الأوكراني الذين قرروا خوض معترك السياسة التقرير التالي يعرفون ببعضهم يقود حزب الرئيس خادم الشعب أكبر عددا لممثلي الفن الاستعراضي إلى البرلمان الأوكراني ففي لائحاته منمثل استيديو كورتال 95 يوري كوريفتشينكوف المعروف باسم يوزيك ومنمثل الاستعراضي والفكهي سيريسي فوخو بالإضافة إليهما يخططوا لخدمة الشعب في البرلمان الأوكراني مقدم تلفزيوني والمقلد أليكساندر سكيشكو كما وترشحها للانتخابات البرلمانية عن حزب الرئيس ميكولا تيشينكو المقدم التلفزيوني وصاحب المطاعم وأستاذ رياضة الجودو مع قواهي السياسية يتوجه سيتصلاف كارتشوك قائد المجموعة الغنائية أوكيان إلزي إلى البرلمان الذي أعلن في 16 مايو عن تأسيس حزب السلط ضم إلى فريقي في كارتشوك في شهر يونيو المثل الأوكراني والمقدم التلفزيوني سيرهي بريتولا يمكنني أن أعمل في لجنة حرية التعبير والإعلام هذا شيء قريب مني ويمكن أن أكون في لجنة شؤون الأمن القوم والدفاع تعرفت أثناء نشاط التطوعي على هذه الهيئة من الداخل وهي تحتاج أيضا إلى الإصلاح وبالطبع ستكون لجنة مكافحة الفساد أيضا مثيرة الاهتمامي ولكن يوجد في فريقنا الكثير من الخبراء في هذا المجال لذا سأضطر ربما إلى أن أسجل على لائحة الانتظار قررت المغنية أنستسيا بريخوتكو أيضا استبدال المسرح بالبرلمان بعد أن انضمت في أكتوبر من العام الماضي إلى حزب يوليا تيماشنكا يأمل فنان الشعب الأوكراني ميخال بابلافسكي أن يصبح نائبا للمرة الرابعة حيث تزعم في يونيو لائحة الحزب الزراعي يطمح ملك الفن الاستعراضي الأوكراني وفنان الشعب الأوكراني إيفو بوبول أن يصل إلى البرلمان تحت الرقم الخامس في لائحة حزب باتريوت غير المؤهل للانتخابات ظهور ممثلي الفن الاستعراضي في السياسة الأوكرانية أمر طبيعي إلى حد ما ويلاحظ الخبير السياسي فاسيلي بلونسكي توجها مشابها في العديد من دول العالم لدينا وضع غير هادئ بالنسبة لأوكرانيا تحديدا ولكنه ليس توجهنا نحن فقط نرى أن الأشخاص أصحاب المهن الحرة يدخلون إلى عالم السياسة في العديد من الدول وربما بأعداد أقل من الظاهر عندنا ولكن يمكن القول وبكل تأكيد إن دخول نجوم الفن الاستعراضي إلى عالم السياسة منح عالمي هذا وستجرى الانتخابات المبكر التاسع على البرلمان الأوكراني في 21 من يونيو الجهري ومن نجوم الفن إلى عالم النساء حيث يعرفنا التقرير التالي بواحدة من الشخصيات النسوية البارزة في أوكرانيا يو اي تي في تواصل التعريف بنساء السياسية في أوكرانيا وهذه المرة مع القائم بأعمال وزير السياسات الزراعية فلنتابه رحبوا بالقائمة بأعمال وزير السياسة الزراعية والغذائية أولها وسيل ابن ترافيمتسوا نهاركم سعيد هذا المؤتمر الزراعي الدولي وترافيمتسوا تتوسط الحضور من فضلكم تقدموا إلى هناك أولها وسيل ابن هل تتفضلون؟ لا ليس الآن ليس هناك ببساطة وقتا لإجراء المقابلة بين لحظة وأخرى سيظهر رئيس الوزراء ماذا هناك؟ كيف جرت الأمور؟ هل استقبلتم ستيباني بانويتش؟ نعم جالت رفيمتسوا مع رئيسها في المعرض الكبير ولفتان تباه الجميع ودعت رئيس الوزراء للتو وهي على عجلة من أمرها من جديد انظروا إلى الساعة يوجد لدي ساعة فقد اسمع هناك ناس في الجناح الأول تنتظر أولها ترافيمتسوا هناك منصة النقاشات السيدة أولها سعداء لرؤيتكم وجودكم هنا قدع على مجموعتنا الرجولية أولها ترافيمتسوا لا تحسب كم ساعة تقضي في العمل وتقول عندما تحب عملك لا تفكر في الوقت قد يكون البث المباشر في ساعة متأخرة أو قد تكون بعض الاجتماعات الصباحية أو رحلات العمل ما يحتم عليك الوجود دائما في أضواء الإعلام أطلع على الوثائق في المساء قبل النوم أو أستيقظ في الصباح وتذكر شيئا ما وأول ما أفعله هو الاطلع على الوثائق وهل ما جر تقارن وضع المساواة بين الجنسين في أوكرانيا بوضعه في ألمانيا حيث عاشترافيمتسوا 14 عاما وهي تعتبر أن وطنها يلحق ألمانيا بسرعة بما في ذلك مسألة حقوق المرأة عندما غادرت أوكرانيا في أوائل عام 2000 كان العمل السياسي عندنا ذكوريا بحثا والآن نمزح أحيانا مع زميلاتنا ونقول أن نصف الحكومة للنساء أي صار هناك عدد أكبر بكثير من النساء في مراكز الدولة الأولى ولقد برهنا من خلال عملهن أن المهم ليس الجنس وإنما المهنية وبناء على ذلك تتغير العلاقات من حولنا تؤكد ترافيمتسوا في الوقت نفسه على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون سريعة فالمساواة الكاملة غير موجودة في ألمانيا حتى أنا شخصيا لم أواجه أي تحيز جنسي قرأت التعليقات إثر حصولي على المنصب كيف يمكن للمرأة أن تقود وزارة الزراعة وهذا أمر مفهوم القطاع الزراعي واحد من أكثر القطاعات الذكورية التقليدية ولكن من التقى به خلال العمل صار يفكر بطريقة مختلفة حيث يمكنني أن أنتعي لحذاء رياضيا أحمر أو أن ألبس فستانا ورديا ولكن هذا لا يعني أنني لست كف أو ليس لدي عزيمة صلبة تتذكر ترافيمتسوفا أن عائلتها لم تضع أطر أنثوية تقليدية ترعرعت كصبي ركبة الخيل وقادت جيش الإناث في حروب الأطفال تعلم ابنتها البالغة من العمر الست سنوات على أن لا تعود نفسها من الجنس الضعيف إذا أرادت سفينة القراصنة أو غيرها من لعب الصبيان لا أمانع أطلاقا أنا لا أقول لها أنت فتاة الأفضل أن ترتدي فستانا ورديا وإذا أصبت ببعض الكدمات لا بأس أيضا أول انطباع كان لدي بعد عودتي إلى أوكرانيا هو أننا نضع أطر للأطفال أكثر أنت صبي لذمن المعيب أن تبكي وأنت فتاة لا يمكنك أن تتعلم الكاراتي تقول ترافيمتسوفا أنه ينبغي تعليم الفتيات منذ الطفولة أن جميع الأبواب مفتوحة أمامهم وهناك حاجة إلى هذا في التربية التي ما زالت تسمع فيها الأصداء السوفيتية ولكن نساء الأوكرانيات يصبحنا أقوى وأكثر استقلالية مع كل جيل أريد أن تؤمن الفتيات بأنهن رائعات وقويات وأنهن قادرات بالتأكيد على فعل ما يفعله الرجال أريد أن يكون لدى الفتيات حلم وأن لا يخفن من السعي لتحقيقه حتى لو قالوا لهن أنتن مجنونات المحاولة ضرورية الحياة واحدة وليست بالطويلة لذا يجب أن تعاش على أكمل وجه بعد ساعة من المقابلة الوزيرة على عجلة من أمرها من جديد لمتابعة الأعمال ختام نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي شكرا على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر